وبهذا صدد يا دكتور اسمح لي أن أكشف عن معنى مهم جداً يا ريت أن من يستمع إلينا يفكر فيه يجلس معناسي يفكر فيها طويلاً تفضل يا دكتور أن تقترب من الله إذا توهمت أو أوهمت نفسك أن بالإمكان أن تقترب من الله تبارك وتعالى عبر العبادات المحضة كأن تذكر الله وتقرأ القرآن وتسبح وتستغفر وتصلي وفقط أن هذا أحسن وسيلة من الاختراب من الله أو بالفكر تكون تخدع نفسك تخدع نفسك الاختراب الحقيقي من الله الذي يمكن حتى أن يقاسي دكتور ويختبر ويرصد وترصد آثار وعليك كلام بشكل سليم هو عبر ماذا؟ عبر قناة الخلق عبر رحمة الخلق كيف علاقتك مع الخلق؟ مع من أحسن إليك؟ مع من أسائي إليك؟ مع من أستغنى عنك؟ مع من احتاج إليك؟ تخيل كيف هذا العلاق؟ هذا أوسع طريق إلى الله وأقصر طريق على الإطلاق ذكرت امرأة لرسول الله وذكروا من عبادتها يا رسول الله هذه تصوم في النهار تصلي بالليل وما شاء الله وتتصدق ولكن تؤذي جيرانها قلأ خير فيها هي في النار هذا نبي كان واضحاً هذا الدين يا دكتور الذي يتديم به بعض الناس الآن وبسب الدين يستطيل على الناس ويسب هذا ويلعن هذا ويكفر هذا وما شاء الله فيه شهوة غير طبيعية للنيل من الناس أنا أقول لك بفضل نعم سنعود يا دكتور لأن هذا محور مهم كيف جعل بعض الناس الدين وسيلة من وسيل القلب بس تسمحنا خلال فاصل فاصل ثم نعود